مجهز لأهم الأنباء أهلا بكم أعلنت ميليشيا الحوثي إتمام عملية تبادل لجثامين حرب من مقاتليها وقوات الجيش السعودي قالت اللجنة العسكرية التابعة للميليشيا إن عملية التبادل شملت 64 جثة بينهم 58 حوثيا و 6 من الجيش السعودي مضحة أن ذلك جاء بعد مشاورات سابقة استمرت لأسابيع بإشراف رئيس اللجنة العسكرية التابعة للميليشيا يحيى الرزامي أشرت اللجنة إلى أن هذه هي المرحلة الأولى حيث شكلت لجان ميدانية متخصصة لإتمام المزيد من صفقات تبادل الجثث بين الطرفين مبينة أن هناك خطوة قادمة وصفقات أخرى في السياق كجفت مصادر مقربة من ميليشيا الحوثي عن دور سلطنة عمان في الترتيب لزيارة وفد حوثي للمملكة بقيادة أحد مسؤولي الجماعة العسكريين المصادر أكدت أن الميليشيا أو القيادي في الميليشيا يحيى الرزامي المسؤول عن تنفيذ عملية وقف إطلاق النار بين الميليشيا والسعودية الذي توجه في وقت سابق إلى جدة بمعية قيادات أخرى قد يعقد لقاءات مع السفير السعودي محمد آل جابر أشرت المصادر إلى أن الزيارة جاءت بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين بسبب اشتراطات كل طرف على طريقة تنفيذ الاتفاق أعلنت الولايات المتحدة دعمها استقلالية البنك المركزي اليمني داعية إلى وقف انتهاك دوره في تحقيق الاستقرار الاقتصادي جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فيغن ومحافظة البنك أحمد المعبقي في العاصمة السعودية الرياض دعا السفير الأمريكي إلى عدم انتهاك حرمة البنك في أداء دوره الأساسي في استقرار الاقتصاد في البلاد وقبل نحو أسبوع قرر محافظ عدن أحمد لملس منع تحويل إرادات المحافظة إلى البنك قبل أن يتراجع عن قراره قال المدير السابق لشركة صافر المهندس أحمد كليب إن نتيجة الفحص الفني للفريق الأممي لناقلة النفط صافر تفيد بأن سماكة الحديد ما تزال ضمن معدل الأمان وأمتن من السفن الحديثة قال إن الفحص أظهر أيضا أن نسبة الأكسجين في الخزانات المحملة بالنفط 2% وهو معدل آمن جدا إذ إن معدل الأمان يكون بأن لا تتعدى نسبة الأكسجين 8% تظاهر عشرة المواطنين والتجار والباعة في عدل المطالبة بإقالة مدير مديرية الشيخ عثمان الموالي للمجلس الانتقالي طالب المتظاهرون بإقالة ومحاسبة أسام معاوية متهمين إياه بممارسة الانتهاكات ضد التجار والباعة ومصادرة بضائعهم وإتلافها دون أوامر قضائية كما اتهموه بالوقوف وراء إقدام أحد الباعة على إحراق نفسه احتجاجا على ما تعرض له من انتهاكات نهاية الموجاز إلى اللقاء